في إطار الطلاع سموه الدائم والمستمر على كافة ما يتعلق بشؤون إمارة الشارقة ومواطنيها ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة اجتماعا مع عدد من كبار المسؤولين حول سياسات الموارد البشرية في الإمارة الاجتماع الذي حضره أيضا إلى جانب سموه كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وعفاف المر رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وعمر بن حريم الشامس رئيس دائرة الموارد البشرية وعدد من مسؤولية دائرة والذي عقد في دارة الدكتور سلطان القاسمي ناقش عددا من الموضوعات المعنية بتطوير السياسات العامة لدائرة الموارد البشرية ومتابعة ملف التوظيف الذي يليه صاحب السمو اهتماما بالغا ومتابعة مستمرة وتناول الاجتماع متابعة مجموعة من التوجيهات السابقة الخاصة بعدد من الدراسات حول الفرص الوظيفية الحالية والمستقبلية والعمل على توفيرها بأفضل الأنظمة والإجراءات التي تصب في مصلحة الباحثين عن العمل وتضمن الاجتماع أيضا الحديث حول تطوير أنظمة التوظيف وقواعد البيانات بشكل مستمر ما يضمن مواكبة الخدمات الحديثة وتقديمها بأسرع الطرق وأحدث الوسائل اشتركوا في القناة